اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج بيت ريا وسكينا بيت ريا وسكينا اللي هو بيتكم بيتكم يا كل المصريين في كل الوطن العربي لكل العرب اهلا وسهلا موضوعنا النهاردة اللي حنبدأ بيه حلقتنا موضوع الناس عما تتكلم فيه كتير قوي كأن يعني صحينا اتفاجئنا بيه وكأن ما اتعملتش قبل كده عنه حملات توعية ومؤيدين ومعارضين وكلام كتير والهاري بقى اللي احنا متعودين عليه دايما في السوشيال ميديا هاري هاري موضوع التحرش وبعدين التحرش دوت يعني موضوع بقاله مدة وبقاله زمان معانا وظاهرة يعني ايه طفت على السطح جامد قوي قوي وبدأنا ناخد تصنيف تصنيف عالمي يعني بدأنا يقولك ايه اصل مصر تحرش نمرة اتنين مش عارف دولة ايه دولة عربية نمرة تلاتة ما عارفش دولة عربية ايه نمرة اربعة يعني بدأنا ناخد تصنيف التحرش وطبعا مع ظهور السوشيال ميديا بدأ التحرش بقى يبقى ايه لفظي وبصري وسامعي وده غير بقى كل ناس فاكرة ان التحرش ان حد يلمس حد او ان حد يهبش حد لا ده دلوقتي فيه ازية بالكتابة ان حد يبعت لك مثلا رسالة مش كويسة تأذيك وانت بتقراها او يبعت لك فيديو او يبعت لك صورة مش كويسة فيأذي نظرك وانت بتشوفها او يبعت لك فيس لما تسجد تدوس عليه تسمعه تلاقي مثلا شتيمة وكلام مالوش لازمة او مقطع مش حلو او يساء ليك انك يا وحش ايه العرف اللي انت لابسه ده ده منظر ده والفستان اللي انت ما كل دي اسمها تحرش وتنمر وقزية انت عارفين ان كل ده انت ممكن تروح ترفع بيه قضية ترفع قضية وتقول ان انا تأثرت وتقزيت سمعيا وبصريا ونفسيا ودوة تعبني نفسيا بس طبعا مع السوشيال ميديا طبعا الواحد لو فضل يجري ورا الكلام دوت بيجروا في اليوم بالالف تعليق وبالالف اجتيمة لو فضل يجري ورا الموضوع دوت تيالي المكان اللي بنشتك فيه حيقفل والله الاول لما كان ولد عاكس بنت وانا مصممة على كلمة عاكس لان دي اللي كانت على ايامنا دلوقتي الموضوع بقى اتطور للتحرش لما كان الولد عاكس البنت وحد يزبطه بقى بيزبطه يحلق له زلبطة يدلو بالقافة ياكل علقة متينة ويتعمدو كمان ان يهنو قدام البنت عشان يكسروا عينو لكن دلوقتي انا شايف الشباب بيوصقو وهم بيتحرشوا بالبنات يلا يلا فين تليفونك طالع على قولي هاتي التليفون انا تعالى نتحرش ايه ده في ايه وبيصوروا بعض ولما بيجوا يتخنقوا مع بعض فده يبقى ماسق على دوة صور مثلا هو بيعاكس واحدة او هو بيحدف واحدة بحاجة فيبتدي دوت يساوم ده ويبتدي يضربه بعض وفيه سمعت ان حدثة قتل بالمراهقين بسبب ان هو هدده وقال له فاكر لما انت كنت ماشي مع فلانا اخت صاحبنا انا بصوركو فاتقابلوا بالليل واحد قتل التاني بمطوى فالموضوع دوت اخلاقيا ومن البيت ومن التربية فلازم من الاول نحن ربي ولادنا الصبيان دي زي اختك اي واحدة ماشية في الشارع زي اختك وزي امك ما ينفعش تستحلها لنفسك وتعكسها حتى لو هي لابسة ايه حتى لو هي لابسة زي الخواجات ماشية اجنبية في الشارع عشان ساعتش يقول لك ايه اصلها لابسة اصير انت مالك لابسة اصير مالك انت موها عشان لابسة اصير هتحاسبها ولا ماشي تحاسب البشر في الشارع اعتبرها اختك اعتبرها امك اعتبرها ساقاحة اجنبية جاية تعيش في بلدك فهم تحس بالامان وتطلع تتكلم عنك كويس وفي حاجة تاني لاحزناها اليومين دول برضو بعد اصارة موضوع التحرش ده ان فيه ناس بتزايد على الموجة يعني اللي هو ايه صحي ولقوا ان فيه اللي قال ايه تحرش فيقولك احنا معاك احنا التحرش ما يهمكش احنا ولأ او لازم نقضي عليه هو انتوا صحيتوا النهاردة اكتشفتوا ان انتم لازم تقضوا عليه النهاردة ما كنتش تعرفوا ان احنا عندنا تحرش بقالوا اكتر من عشرين سنة من بعد السبعينات بقى عندنا موجة تحرش بتزيد سنة وراء سنة فوجئتوا النهاردة لما سمعتوا عن الولد اللي انتم قلتوا عليه خمسين بنت وعشرين ولد والارقام اللي بتقولوها دي اللي احنا مش متأكدين من صحة الموضوع اللي لسه فوجئتوا بالتحرش فقررتوا تعالجوا النهاردة كنتشفين لما كان بيتحرش بيك لحد ما وصلته لعدد خمسين او لحد ما وصلته لعدد مية لا لو انت عايز اتوقفي الموضوع هتعملي بلوك على فكرة بجد يعني فيه ولد بيخش يعاكسني بلوك وخلاص شكرا لكن ليه احط نفسي في العدد يبقى انا تمدت معاه وبعدين يعني عايزين برضو الاهالي ياخدوا بالهم شوية لما نلاقي ابني بيعاكس اعقبه اقول له كده غلط انت طالع لك اخت كده غلط انا وامك ممكن حد يعمل فيه زي ما انت بتعمل داين كما تجين تدان لو احنا علجنا الشاب من دولة بحاجة من القرآن مثلا بص حبيبي الاية دي بتقول ايه طب بص حبيبي المثل الشعبي دا بيقول ايه طب بص حبيبي على ايامنا كانوا الرجالة عاملين ازاي باي طريقة ان احنا نعرفوا ان كده غلط ما انت لو عملت دا ممكن تتمادى وانت اللي توقع نفسك في غلط طب كل البنات دلوقتي حتى السبيان مغلطين ولد ممكن يكون يتحرش ببنت والبقيين بقى دخلوا كده يعني مع الهوجة وفي النهاية هو اللي حيتعاقب لان ما ينفعش الموضوع بقى رأي عام فلا هو لازم بقى يتعاقب فانت وقحت نفسك في غلط والبقيين هم اللي سمحولك بكده لانهم تمادوا معاك ودلوقتي بيقولوا عليك انت المتحرش مش هم اللي كانوا مبسوطين بالتحرش لازم كلنا نرفع راية لا للتحرش من الصغر والتحرش مش التحرش الجسدي لأ لازم من الحضانة من الطفل من وهو صغير وبيلعب مع قريبه كده في الشارع أو في البيت أو اللي ريس رايح الحضانة أول ما تلاقيه بدأ يضرب قريبه اللي بيلعب معهم اللي من سنه من غير سبب أعرفي انه عنده عدوانية العدوانية دي ممكن بقى تتترجل لما يبقى مرايق ويبقى لتحرش ويعمل مشاكل مفيش حد عايز يربي عيل وبعدين في الآخر يلاقيه في السجن أو يلاقي كل الناس بتشتكي منه وتقوله عندك عيل معيوب عندك عيل بيعمل كذا وكذا في بنات الناس من هو صغير هتلاقي عنده عدوانية توديل دكتور نفساني ترجعي تتكلم معاه تلعبه رياضة ممتطلع التقل جوادي العيال دول انتو بتسيبوهم كده بعدوانيتهم بتطلقوهم عنينا بقى لما يكبروا يعودوا ياكلوا بقى بنات الناس وبعدين ما نسيبهوش يقول لبت الجيران تعالي نلعب عروسة وعريس ماهو ده بداية التحرش يختي اعرافي رايح يلعب فين ومع مين وبعدين مش تقولي ده ولد الولد ما يحسن لا تربية الولد أصعب من تربية البنت طبعا كلنا لازم نحط يدنا في يدين بعض ونقول لكل ولادنا في سن المراقب من هما صغيرين لازم يعرفوا لا للتحرش احكي وقول عن أي حاجة تحصل لك باباك وممتك حيوفوا جنبك قبل أي حد تاني ما تخافوش ويحكوا لأهليك وما تكسفوش ما فيش حاجة عيب اللي انت شايفه عيب دلوقتي وانت تحكيه بعد خمس ست عشر سنة اقول انا ما حكتش ليه ما تخافش قول لو حد بضربك حد بتنمر بيك حد بتحرش بيك حد بنت ولد احكي وقولي وفضحيه احكي للمجتمع كله ما تخافوش أو قلبكم ما تسمحوش لحد يتحرش بيكم ادي له كف كده علمي عليه خلاص خلصت حيخاف يلا خلصت فقرتنا نطلع فاصل ونروح على الفقرة التانية